احنا لازم نعرف ان الادمان في الحقيقة يا سادة هو نعم مرض ولكنه في الحقيقة مرض الانسان بيدخله باختياره الخطوة الاولانية دي ممكن ما تكونش غير خطوة واحدة لكن ممكن تودي بحياتك الادمان خطوة بياخدها الانسان وهو فاكر انه بيخرج من دير الضغوط ووجعه ويأسه لكن الشخص اللي بيفكر في تناول المخدرات دايما فاكر انه هو اللي هيقدر يتحكم فيها مش هي اللي هتتحكم فيه وفجأة بيبقى خلاص هو اصبح تحت سيطرتها وعشان كده انا بفكركم بحديث كان حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيتكلم عنه وبيقولهن لما كان يتكلم عن هلك عبدالدينار هلك عبدالخميصة انا اظن ان ده انواع من انواع الاستعباد ان حد يترك نفسه لمادة تتحكم فيه عشان كده لازم نفهم ان المخدرات مش هتنهي مشاكلك ولا هتحلها ولا هي هتعمل اي مخرج من ده هي فقط لو انت عايز تديها وظيفة بتعملها في حياتك هي بتغطى على المشاكل عشان المشاكل تتصاعد وتضاخم وتنفجر في وشك في وقت ما تكونش انت جاهز ان انت تعمل اي حاجة ايوانا بكلم الشخص اللي بيتعاطى وبكلم كمان اهله ازاي خطبوه من اسوأ الاشياء اللي ممكن حد يتعرض لها احنا بنعاقب الناس بالسجن بالسجن عشان يتعلموا بس للأسف المخدرات السجن ما بيتعلمش فيه الناس لانه بيسلب حرية البناندمين ويخليهم معجزين ويحسسهم ان المخدرات دي بتخليهم كانهم عبيد لهذه المخدرات فتبتدي تعمل حاجات عمرك ما كنت تتصور ان انت تعملها وتوصل الى حد انك انت المخدرات بتدمر علاقتك بالناس بتدمر حياتك بتضيع فلوسك بتسرق فلوس الناس محدش يقولي انا مش ممكن اوصل لهذا المستوى الامر تحت السيطرة ابدا انا مش هنصدق الكلام ده احنا هنصدق علينا هنصدق البحث العلمي هنصدق الواقع اللي بيقولنا ان فيه جرائم بتحصل للناس بسبب المخدرات في حد عمل جريمة من ابشع الجرائم لانه كان تحت تأثير المخدر المخدرات مش تحت السيطرة المخدرات مش تحت السيطرة واي مخدر مش تحت السيطرة وشغلك اللي انت بيضيع لما تحس ان انت بقيت انسان مش قادر تشتغل واهلك ان انت بتفقد ثقتهم ويحسوا انهم فقدوا او انت بتصور يحس انهم فقدوا ياريتهم بيحس انهم فقدوا ولدهم وعايش بيحسوا ان ولدهم هو سبب اكبر عبء عليهم في حياتهم وواجع يمكن ما يتنسيش ويمكن كمان يستمر في الاجيال لما تتحول للأسف يتحول الادمان الى وصمة ممكن تكون وصمة لاولادك او وصمة لاسرتك كلها يا جماعة الصحة دي نعمة محدش يقدر يتلعب بيها لان صاحبها هو بس اللي يقدر يتحكم فيها وهو مولانا سبحانه وتعالى ونزاك حضرة النبي حزر وقال نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الحديث ده بيقولنا ان احنا نخلبانا من الوديع اللي ربنا اودع عندنا وعشان كده المتعاطي لما يفعل اي حاجة بيخرج عن طبيعة الايمان اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جي يتكلم عن كل الاشياء المحرمة اللي بتهلك وتطف النور في قلبه فاكرين حديث رسول الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هل ده معناه انه اكفر؟ ابدا ولكن سيدنا عبدالله بن عباسي يبين ان ينطفق نور الايمان في قلبي يعني ايه ينطفق نور الايمان؟ يبقى خلاص اللي متحكمه النفس والشيطان ويتلعبوا بيه ويقدموا له مبررات ويقولوا له طب انت هتعمل ايه؟ هتهرب من ضغوطك ازاي؟ انت دي لحظة وهترجع تاني وتقدر تكون قوي وتقدر تمارس حياتك الكلام ده كلام كده احد الاسباب اللي ممكن تقود الانسان للإدمان اه اصدقاء السوق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير هنا الصاحب ده اللي هو الإدمان هو الكير نفسه هو النار نفسه الإدمان ده هو النار نفسه هي اللي بتحرق وما بتخليش الانسان قادر يشوف حاجة وتغمع عن ايه؟ وتخليه يتعدى على الحياة اقول لكم حاجة الإدمان مش بيتعدى على مقصد واحد من مقاصد الشريع بيتعدى على خمس مقاصد الشريع عارفين ليه؟ بيتعدى على نفس اسألوا المقابر فيها كم واحد ميت من الإدمان مش بس كده اسألوا العقول ازاي دابت واصبح الانسان زي القبلة وزي الانسان اللي ما عندوش اي نوع من انواع العقل شوفوا الدين والشخص بيسرق وبيرضى بأشياء لا يمكن كان يرضاها لدين ولا دين أسرته ولا دين أهله وازاي هو بيفتت في دين المجتمع شوفوا العرض وهو أنا آسف يعني ممكن يبيع أي حاجة عشان جرعة مخدرات وشوفوا المال وهو احنا شفنا يا مناس يا مناس كانوا ربنا سبحانه تعالى فاتح عليهم ولكن ما صنوش نعمة ربنا وتشردوا وبقوا ما يسويوش حاجة في الحياة فيه دور مهم للأسرة في حماية الأولاد من الوقوع في مستنقع الإدمان الإدمان هدم بيوت كتيرة وشرد أسر وخسرنا ناس وخسرنا ناس كتيرة وصيفهم وتسببت في كوارس ملاش آخر إدمان كله شر ما فيهوش خير اوعى تفتكر أن اللزة اللي بتحصل لك دي لزة حقيقية دي مش لزة حقيقية ده فيه حد بيحاول يخليك يمص دمك الإدمان فيه وراء ناس بتمص دم الشعوب وبتمص دم البناء دمين تجار المخدرات واللي بيساعدوا الناس على الإدمان حتى لو كان شريك السوق ده مصاص للدم فأنت بتسلم نفسك لحد يمص دمك والله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة خلي بالك أنت بتلقب نفسك إلى التهلكة ولو من أول مرة الإدمان مش مخدرات بالمناسبة بس ده احنا عندنا أشكال من الإدمان كتيرة دلوقتي إدمان السوشيل ميديا وإدمان المخدرات وإدمان المبايل وكل أشكال الإدمان اللي احنا بنعملها إدمان العلاقات السامة كل ده شكل من أشكال الإدمان احنا لازم نقلع عن الإدمان ترجمة نانسي قنقر